بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الثانية وهي بعنوان المحاسبة عن حقوق ملكية الشركاء في شركات التضامن الدرس الأول بعد أن يتفق الشركاء على تكوي شركة التضامن وتحديد رأس مالها وتحديد نصيب كل منهم في رأس المال يتم تحويل المبالغ للشركة باعتبارها شخصية محاسبية مستقلة ويتم هذا التحويل بالطرق التالية أولا دفع رأس المال نقدا ثانيا دفع رأس المال نقدا وأعيانا ثالثا تحويل أحد الشركاء لمنشآته القائمة بما لها وما عليها لشركة التضامن وفيما يلي تفصيل ذلك أولا دفع رأس المال نقدا فقد يتفق الشركاء على تكوين شركة التضامن على أن يدفع كل شريك نصيبه في رأس المال نقدا ومثال على ذلك قرر زيد وعمر تكوين شركة التضامن برأس مال قدره مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي ويدفعانه بشيك على البنك المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازم لإظهار دفع رأس المال في سجلات الشركة يكون قيدة اليومية في هذه الحالة أنه تم دفع المبلغ بشيك عن طريق البنك سيكون القيد من حساب البنك مليون ريال إلى مذكورين خمسمية ألف ريال رأس مال زيد خمسمية ألف ريال رأس مال عمر ثانيا دفع رأس المال نقدا وعيانا فقد تتكون شركة التضامن ويدفع بعض الشركاء رأس مالهم في شكل نقود وبعض الشركاء يدفع رأس ماله بشكل نقود وأصول أخرى بالإضافة إلى النقود أو أحد الشركاء يدفع رأس ماله في شكل أصول ومثال على ذلك قرر زيد وعمر تكوين شركة التضامن برأس مال قدره مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي والتفقاء على الآتي أن يدفع زيد نصيبه بشيك على البنك بمعنى أن يدفع زيد نصيبه نقدا أن ينقل عمر إلى ملكية الشركة أرضا تبلغ قيمتها 300 ألف ريال وباني قيمتها 100 ألف ريال والباقي بشيك بمعنى أنه يدفع أصول بقيمتها 300 ألف ريال أراضي في شكل أراضي ومباني 100 ألف ريال إجمال الأصول التي دفعها 400 ألف ريال والباقي من رأس ماله ورأس ماله 500 ألف ريال الباقي منه 100 ألف ريال يدفعه بشيك أي نقدا مطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازم لإظهار دفع رأس المال في سجلات الشركة ويكون قيدة اليومية كالآتي من مذكورين حساب البنك حساب المباني حساب الأراضي حساب البنك 600 ألف ريال حساب المباني 100 ألف ريال حساب الأراضي 300 ألف ريال إلى مذكورين رأس مال زيد 500 ألف ريال ورأس مال عمر 500 ألف ريال مبلغ 600 ألف ريال من البنك وهو 500 ألف ريال رأس مال زيد الذي دفعه نقدا بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف ريال الفرق بين رأس مال عمر ومجموع ما دفعه من أصول 100 ألف ريال 300 ألف ريال 300 ألف ريال 400 ألف ريال الباقي من رأس ماله 100 ألف ريال وهي 600 ألف دفعها نقدا بشيغ عن طريق البنك لمعنى أنه 600 ألف ريال مكونة من رأس مال زيد 500 ألف ريال بالإضافة إلى 100 ألف ريال دفعها عمر لسداد الفرق بين رأس ماله وما دفعه من أصول